تحول لك شعور الارتياح لشعور غريب بالرهبة دقات القلب عم بتزيد هيك خنقة خفيفة مش عارف ايش التغير البيولوجي اللي قاعد بصير معاي وانا بدي ابلش كنت كتير مبسوط ومجحز حالي كان عدد الطلاب في المدرسة 1200 طالب وانا بدي احكي لك قصة صغيرة صارت معي انا شخصيا وهاي القصة من زمان كتير يعني عم بحكي لك من ايام يمكن صف رابع ابتدائي واللي هي كانت اول مرة للي انا راح اطلع هل الممارسة لها بأثير على الاداء وهل بتضيف للطريقة اللي انت بتستخدمها دايما لاداء هذا الشي وهل اذا مارست اكثر راح تزيد فرصتك في الوصول للنشوة في هالعمل اللي بيخزي اللي بتعمله كل يوم هلا بغض النظر عن تفكيرك اللي بيجنن اللي هو اصلا اساسا بيعجبني بس احضر الفيديو الاخر هتتعرف عن ايش انا قاعد بحكي هلا بغض النظر عن كل الحكي اللي انت بتسمعه عن هذا الموضوع انه كثرة الممارسة راح ترفع الاداء وتوصلك لمكان انت اصلا ما كنت متخيله بس نعم احب احكي لك انه هذا الحكي صحيح 100% وصحيح بشكل انت ما كنت متخيله اساسا بل والممارسة مش بس ترفع اصلا مستوى الاداء بل هي بتفتح لك ابواب انت اساسا ما كنت حاسب حسابها بالمرة خلال حتى تعرف انت شو اهمية الممارسة ولوين بتوصلك الممارسة في العمل اللي انت ممكن تكون قاعد بتعمله بدي احكي لك قصة صغيرة صارت معي انا شخصيا وهاي القصة من زمان كثير يعني عم بحكي لك من ايام ممكن صف رابع ابتدائي واللي هي كانت اول مرة للي انا راح اطلع واعمل القاء على جمهور كبير وكانت هذه القصة اصلا في الاذاعة المدرسية في المدرسة اللي انا كنت مدرس فيها وكان عدد الطلاب في المدرسة 1200 طالب المهم انا باكم متخيل شو اللي ممكن راح يكون ممكن انه يصير معي والله جيت قبل الموعد دخلت على غرفة الاذاعة المدرسية مرتاح اموري تمام مبسوط يعني بدي القي دخلنا على الاذاعة شوي قرن جرس المدرسة اللي هو بعده راح يصير الطبور الصباحي والاذاعة المدرسية وهون معلم تحول لك شعور الارتياح لشعور غريب بالرهبة دقات القلب عم بتزيد هيك خنقة خفيفة مش عارف ايش التغير البيولوجيا اللي قاعد يصير معاي وانا بدي ابلش انا كنت كدير مبسوط ومجحز حالي راح ادخل على الاذاعة مقدم البرغامج الاذاعة كامل ولد صغير مكيف انه بدي احكي في الاذاعة فش شوية معلم وتبلش هذي الرهبة تزيد 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 اجع قولي المايكروفون بلشت بدي احكي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتس والتس في اش هيك خنقة صارت ما بعرف شو هي خد نفس شد شوية عحالك استجمع قواك عليه افضل الصلاة والتسليم طب ولا انا يا معلم مش هون وين كان جاسر ما بعرف اغمى علي معلم من الرهبة اللي صارت من الخوف اللي صار ما بعرف شو اللي صار معي المهم صحيت عليهم اما عم بصحوني ابوي كان استاذ في نفس المدرسة جابولي عصير جابولي كم مدات جابولي مش عارف ايش المهم صح صحوني ادخل الامور اصلا اصلا الحصة الاولى مش خالص الاذاعة وخالص الطبور وخلصت الحصة الاولى الاخباري ساعة زمن مر وانا مصحصح اموري تمام قاعد عندي المشرف التربوي اللي في المدرسة و صح صح اتبع انا ارجع احسبها انه ما صار معي انا ليش صار معي ايك طيب ما كنت بتخيل ان انا اخاف او يكون في رهبة لهالدرجة لا المهم ثاني يوم الاستاذ قال لي اسمع ما رح تدخل كمقدم يعني انت رح تدخل اكيد ما رح نلغل من عضوه ما رح تدخل كمقدم بنتك تدخل مثلا في فقرة هلتعلب تدخل بتقدم فقرة هلتعلب والله اصول لي صار انه انا جاهزة اليوم حسبتها هل انا اوقف و اطلع في الاذاعة قلت لا ادخل على فقرة صغيرة اشوف شو الوضع تبعي اشوف شو اللي صار معي بعدين بكمل هذا و انا صفت رابع دخلت فقرة هلتعلب ايه شو هلتعلب انا مش عارب شو المهم خلصة للفقرة يعني ابدعت اليوم احسيت حالي يعني ملك زماني يعني انه فيش حدا قدي انا اللي سويت فقرة هلتعلب الوحيد في الكوكب ثاني يوم ثالث يوم اجعل يود اسلاف قللي اسمع انت هلتعلب ممكن اللي صار معك اشي عرضي بدك تدخل على الاذاعة كمقدم تتقدم برنامج الاذاعة كامل مرة ثاني منشو شو رح يصير معك وصراحة انا واشكر يعني دولا اللي سواي كان اليوم انا ما بقدر احكي ولا كلمة المهم معلم دخلت على الاذاعة بسم الله الرحمن الرحيم هب 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 ولا انا مسفح يا معلم ثاني يوم ثالث يوم مرة ثاني كمقدم ثالث مرة كمقدم رابع مرة كمقدم الممارسة اكثر على موضوع تقديم الاذاعة لغاية ما صرت انا المقدم للبرنامج الاذاعي دائما وانا المشرف على الاذاعة المدرسية بشكل دائم وخلص انو وصلت لمرحلة انو انا بحكيها من غير ما افكر اصلا او من غير ما احس انو انا في جمهور 1200 طالب عندي في المدرسة وبعديها في السنة اللي بعدها شاركت في مصابقة لانقاء الشعر على مستوى الوزرات وجبت فيها مركز مرتب ولغاية ما وصلت لعند الجامعة ودخلت على الجامعة صرت اعطي كورسز او ادرس برامج هندسية كل هذا يعتمد على الالقاء كل هذا بده ممارسك وانا كل مرة بمارس فيها هذا الموضوع اكتر بصير فيه احسن وبسقل فيه شخصيتي بشكل كثير احسن دخلت سنة ثانية وانتخابوني في الجامعة كرئيس لنادي الفنون في عمادة شؤون الطلبة وزي ما حكيت لك صرت اعطي كورسز اكثر كمان غير هيك وكمان صرت اساعد المدرسين او المدرسين في المراسم اللي بتدرس التصميم والانشاء الهندسي اللي عم تحكي عن تقريبا تلاتين لأربعين طالب بتلاقي اذا مش ستين طالب في المرسم غير هيك كمان في انتخابات الجامعة مثلا فعلا احكي الكلمة الطلاب اللي بدتم انتخبوا مثلا حكيت مرة كلمة طبعا هي احكيدة انا قرأت انا واحد صديتي الله يسهل عليه وا 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 غيرها وغيراتها لغاية ما وصلت اني انا كمان ادرس في مركز الاستشارات في الجامعة الاردنية درست ديبلوم الجرافيكس ديزاين ودرست ديبلوم التصميم الداخلي فمرة مرة كل مرة كنت انا عم بعيد فيها او عم بعمل فيها ممارسة على موضوع الالقاع كانت عم بتوصلني دائما لمكان افضل من المكان اللي قبله بتعطيني قابلتي اني انا اعرف ايش المشاكل اللي صارت عندي قبل لا واحلها واسقلها واطلع على مراحل احسن منها بكثير وبعديها كمان لدينا مجموعة هندسية من المهندسين في الاردن ما طلعت كمنظم للحفل اللي حضره يمكن اكثر من ثلاثمية او خمسمية مهندس بشم تذكر انا قديش العدد في قاع ملقاعات احدى فنادف عمام وما كان فيه اي رهبة وما كنت اساسا مجهز حالي اني انا اطلع اعمل هذا الالقاء كان مرتب الاثنين من المهندسين الزمال انهم اللي قدموا هذا الحفل لكن لظرف او الاخر ما قدروا انهم يقدموا الحفل ففجأة هيك اول ابلش الحفل يلا جاسر اطلع اقدم لولا اني انا مريت بمراحل كثير اني انا مارست فيها موضوع الالقاء وموضوع ان اعمل تقديم لمواضية معينة قدام عدة كبير من الجمهور اكيد ما كنت بقدر اعمل كل هذا الحكيم ومراحل من المراحل اللي توصلت ان ااخد اعتمدات كمدرس معتمر من احد الشركات العالمية للبرامج الهندسين اللي استخدموها المهندسين بقدر برضو كان البرزنتيشن اللي انت اصلا بدك تعمله هو تدريس وبرزنتيشن القاء وخدت الاعتماد تبع هذي الشركة اللي احنا بنحكي عنها وهيني هون اليوم زي ما بتشوفوا معاكم على اليوتيوب ما عم بلاقي اي مشكلة بان اطلع مثلا على الكاميرا خلينا احكي الفيديو اللي انا بحتاج ان اعمله او القي المعلومات اللي انا طالع احكي لك اياها بدون وجود اي رهبة ممكن انها تخرب علي عملية اني انا اعمل الشي اللي انا بدي اياه واليوم في وظيفتي انا اخرجت من الجامعة اتوظفت كمهندس معماري وطورت في السلم الوظيفي لا خلينا احكي قائد فريق او مصمم بالاول بعدين قائد فريق بعدين مدير مشروع بعدين سفرت على قطر كمهندس اشتغلت برضو كمهندس بعدين كمصمم بعدين كقائد فريق بعدين كمدير مشروع وهيني اليوم وصلت لمدير تنفيذي للشركة اللي انا عم باشتغل فيها كل هذا الحكي انا ما عم بحكي لك يا لا حتى احكي لك اني انا عملت كذا وكذا وكذا بقدر ما اني انا عم بحكي لك قديش هي اهمية الممارسة الواعية اللي ممكن انها هي تسقل من شخصيتك وتسقل من مهاراتك هذا في الموضوع الالقاء لكن انت اذا بدك تغيسه على اي اشي انت بتقدر تعمله اساسا فانت اي عمل انت عم تعمله او تتعلمه او شو ما كنت انت ناوي تعمل فيه فاول يوم يومين ثلاثة اسبوع فانت بتكون مستصعب جدا من التاسكات او الاشياء اللي انت قاعد بتحاول انك انت تعملها لكن مع الممارسة ومرة عمرة وقراءة شوي اكثر عن الموضوع وتدريب شوي اكثر عن الموضوع راح توصل لمكان انت نفسك ما كنت متخيله بالمرة فاامن بنفسك اامن بقدراتك اصرع الاشي اللي انت بدك تعمله ومارس 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 مرة وثنتين وثلاثة واغلط لاني انا غلطت كثير ولساتني عم باغلط وكمان راح اظل اغلط واغلط مرة وثنتين وثلاثة لحتى انك انت تقدر انك انت تتعلم من هاي الاغلاط وتسقل المهارات اللي انت اساسا محتاجها سواء حياتك العملية المهنية الاجتماعية المادية العلمية كانت الزون اللي انت حاب تحط فيها هاي المهارة اللي انت حاب انك انت تسقلها لهون انا بقدر احكيلك ان شاء الله انك انت تاخد هاي الخطوة يعني هو الفيديو مش فيديو عشان انا احفزك لك عشان انا احكيلك قديش اهمية هذا الموضوع في حياتك العملية فاستخدموا مرة وثنتين وثلاثة واحكيلي في التعليقات اذا انت اصلا جررت هذه التجربة فشو تجربتك مع هذا الموضوع واذا انت اناوي انك انت تجربها فحكي لنا بايشنا وانك تجربها ولما تجربها حكي لنا شو اللي صار معاك يعطيكم ألف 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 عافية واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلامة